موسيقى موسيقى الانتخابات على الأبواب ولكن المنازل العديد مننا يجعلون مجموعة من المصطلحات سنحاولون من خلال هذا النمج نفهمه ونشرحه ونبسطه هذه المصطلحات المصطلح دينا هذا اليوم هو القاسم الانتخابي والذي قبل المبدأ أجل ونشاهكم المغربة ونعرحنا على هذا المصطلح موسيقى ماذا تعرف القاسم الانتخابي؟ موسيقى 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 قاعدنا في الانتخابات والكلام القاسم الانتخابي ما عنديش علم موسيقى موسيقى لا لانديش معلومة موسيقى موسيقى ما كان عمدتش حاجة موسيقى أمارك سمعت عليم؟ لا أمارك سمعت عليم صراحة إذا كانت توضيح مرحبا كيف ما رأنا نشمع من الناس ماذا ما كيعرفوش نحو القاسم الانتخابي أجي وفهموه كثير القاسم الانتخابي أولى الحاسم الانتخابي هو المعدل لعلى الأساس لتحسب توزيع المقائب الضزة للنظر السريق كانت بعد اقتراح أحزب المعارضة والأغلبية بتغيير طريقة لك تحدو باحتساب هدل المسجرين في لوائح الانتخابية أو احتساب جميع الأصوات المغبرة بها منها الاقتراع حزب العدل المي يحتج وطالب بالإبقاء على الطريقة الممول بها أي بتحديد قاسم الانتخابي باحتساب عدد الأصوات الصحيحة فقط على عدد مقاعد الدائرة كيف ما أصبق شرنا؟ في المغرب كيتامد نمط اقتراع الذي كيتامد على اللائحة المسبية مع احتساب أكبر بقية والهدف من القاسم الانتخابي على أساس المسجرين هو تقليز إمكانية حصول حزب معين على جوج دي المقاعد في نفس الدائرة الانتخابية وكان أعطيه بهذا حدود أكثر للأحزاب الصغراء أجيهم ناخده مثال ونحاوله من خلاله نفهمه كتر هذا القاسم الانتخابي مثلاً عدد المسجرين هو 40 ألف والأصوات المعبرة عليها بشكل صحيح هو 20 ألف وعدد المقاعد المتنفس عليها 4 مقاعد القاسم الانتخابي هو 20 ألف ألف أي 5 ألف اللائحة اللي أمدنا فيها اللائحة ألف حصلات على 10 ألف صوت واللائحة ذا على 5 ألف صوت واللائحة ألف ل تحصل على مقاعد واحد وبسطبيق أكبر بقية اللائحة افتا تحصل على مقاعد واحد وكل من جيم مقاعد من المقاعد والمتنفس عليها أما في حالة اختصام القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين سيكون حاصل الانتخابي هو 40 ألف على المعارض أي 10 ألف صوت نتائج سيتبتلون ويكونون كالتابي لائحة ألف سيكون على مقعد واحد أو لوائح باء أو تاء أو جين سيكون على مقعد واحد لكل لائحة واخر مبلغات القاسم الانتخابي الحلقة الأخرى سهلة أمتمنى أن تكونوا فهمتك سعر في القاسم الانتخابي وسيقلقوا حلقة جديدة ومع مصطلح جديد إلى أعجبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد